ولي التوفيق 25 سؤال لازم تجاوب عليهم سرعة من غير تفكير أغنية كانت سبب شهرتك عيون بهية لو رجع بك الزمن ايش تغير في مسيرتك الفنية بتعلم أكتر وبثقف نفسي أكتر لغويا سر النجاح زواجك من ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق الحب والاحترام والأولاد أغنية كنت تتمنى لو كانت لك سواح تغنيلنا منها شي أغني منها على طول كده من ممكن بحبك تيبول يا أمار يا ناسيني رسيني علي غايب نورلي وريني سكيت الحبايب بس خلاص أوكي طبعا أنا صرت طماعة الغنيلي كانت سبب شهرتك با هيا تقدر تغنيلي منها شي كمان هذا ليس مجرد سؤال لك أنسمع الله مجرد هنا أبا هيا خبريني ملهم بك الليمين دعيونك يا صبي بالحزن مليانين نخلص لا بكرة الله طيب مين نجم الساحة الأول اليوم اليوم نجم الساحة ما في نجم واحد اليوم في أغنية نجمة الساحة اليوم في نجوم أوائل طيب مثلا عطيني أش أغنيات اليوم مثلا أغنية اليوم أكتر شي أغنية ضاربة البنت الأوية تبعها واقع الكفوري مجرد شو اسمها هيك كمان الننجار الحقيقة الأغنيتين هاو دي السنة كانوا كتير طاغين يعني طيب يعني واقع الكفوري نقدر نقول كأغاني بس كنجوم في كتير صف أول طبعا مليان الساحة طيب وليد توفيق رجل تقليدي جدا ويرى أن المرأة مكانها البيت وتربية الأولاد لأي درجة هذا الانطباع عنك صحيح؟ لا مش لها الدرجة بس أنا بحب المرأة اللي تكون يعني تلت شو بسموها مش أمرأة واحدة هي أمرأة بتلت وجوه زي ما نقول يعني ست بيت ست مطبخ وست سالون طماع يعني اي طبعا اوكي والرجل؟ الرجل بدي يكون سيد الرجال ويحترم امرأته قدمة فيه لأنه احترام المرأة هو مقدس أنا عندي طيب تزوجك المقارنة بينك وبالراغب علامة؟ بالعكس تسعدني لأنه هذا الشي بفرحني أنه في نجم أو نجوم يوم من الأيام لما كنت أنا ساطع أعوذ بالله من كلمة أنا وما زلني الحمد لله في مسارتنا ماشين في نجوم كتير قلدوا وليتوا فيه ونجحوا ويمكن سابقوا كمان مش مشكلة ما لدي مشكلة ما لدي مشكلة أبدا أنت بتشوف أنه جلدك يعني؟ مش قلدني بمعنى قلدني مش بنفس الطريق وهذا زكاء من الفنان أنا مثل ما مشيت ورا عبد الحليم وورا الناس الناجحين هذا شي بيعطيني أني أنا إنسان زكي وهل سبقك؟ ممكن أنت برعيك؟ لا أولا أنا مشواري خمسين سنة صار أولا لا يكمل خمسين إن شاء الله بكمل وقتها تصير المقارب وقتها تصير المقارب ماشاء الله الله يضيك تلطة العمر يا رب نحنا صرنا برات المقارب خلص النجم بس يصير بمكان معين بيسموه بره لجند ما بقى يقارن نجحت له غنية ولا خلص عنده كفاية من شو ما عمل أغاني حيرجعوا الناس على الماضي الجميل اللي عاشوا فيه طيب التقيت وتعاملت مع عمالقة الفن مين أكثر شخص ترك أثر فيك؟ غنائياً ولا لحنياً ولا اللي بتحبه شخص بتحس أنه هو ترك فعلاً أثر فيك فيه اثنين أنا بحياتي ملحم بركات وكان ملحم الأول بأبو كمين ومغرم بعيونك وبليغ حمدي الله يرحم حبيبي وصديقي شو ما حكيت عن بليغ بحس حالي مأصر طيب من دون مجاملة مين هو الزعيم اللي ممكن تدعمه اليوم عشان ينقذ لبنان؟ الزعيم اللي بيكون مخلص لبلده ولشعبه ولناسه ما انت حابب تسمي يعني؟ ما بدي سمي ما بحاب بفوت بالسياسة لأه طيب مطرب ترفض الغناء معه؟ إذا كان مطرب بيغني كلام في إسفاف أكيد ما بتشرف أن يكون معه لكن أنا مع كل نجم طالع جديد أن يكون جنبه ومد إيدي لأله بس مثلا مين ترفض؟ أعطيني إسم مثلا بتحس أنه مش مناسب لك مين بدي أرفض؟ يعني ما بحب جرح أنا تسلميلي والله لا ما في تجريح موضوع ينفهم؟ الموضوع ما بيناسبك ما بيناسبك صوته ما بيناسبك الشغل معه في كتير مش واحد طيب يلا ديني واحد بس لا مش هقول يا عويل مش هقول مجرد سؤال ياهو يلا بس واحدة صريحة خليك صريح اليوم إلي خوري إذا غنى ما بشترك معه طيب خلص يعني صديقك خلص ما رحمش فيها طبعي ما بحب جرح بحدا ليه ما يتجريح عادي يعني يعني خليهم يغنوا أحسن يعملوا شتاني مثل ما قال لي بليغ بالزمان لما تلقيت لأغنية شبابية وقالوا أغنية شو هاي أغنية ما في شيء اسمه شبابية وعجائزية فقال ليه بليغ شو القصة قال لي خليهم يغنوا أحسن يعملوا شتاني طيب أوكي الفنات فضل شاكر مظلوم أو ظالم فضل شاكر إن ظلام بشيء معين أنا بدعيله من الله هو غلط بالأول يمكن نجر شوي بأفكار معينة ما منحبه كلتنا ولا هو بعرف أنه بيحبه سبحان الله نجربي بشيء لكن هو لم يقتل ولم يستعمل اسلاح وهذا أنا ببصن فيه بالعشرة وإن شاء الله يا رب قريب محاكمته طلعت الحمد لله بالنسبة لموضوع القتل في تصريح طلع من المحكمة هل عنده أمور صغيرة بعدها إن شاء الله بتنحله بيرجع عنا فضل لأنه في شغل يقوله رغم غيبه هو ما غيب عن الناس اللي بيحبوه ولا عن قلوبنا الحقيقة طيب أفلامك ناجحة ولكن نجحت عشان أنت وليد توفيق وليس لقدراتك التمثيلية أو هكذا يقول البعض أنت كم تعطي نفسك من عشرة في التمثيل؟ أنا مش ممثل أنا إنسان طبيعي طيب يعني من واحد لعشرة كم قدراتك تتمثيل؟ أنا صفر كم ممثل طيب حلو طبيعتي رح ودي نفسه طبعا طبيعتي وأنا قريب من الناس الكريز محبوها العالم والحمد لله ماشي العالم طيب هل ما زلت على رأيك بأنه لا يصلح للفنان الزواج بفنانة؟ طبعا مشكلة هي تنب الفن بس الفنان أو المشهور بحاجة لبيت يكون يرتاح فيه ما يكون نفس الجو يعني طيب برأيك ليش ما نجح أخوك توفيق نفس درجة نجاحك؟ طبيعة الحياة دايما إذا بتغذي حتى بالسياسة الناس ما بيحبوا اتنين أخوة يكونوا ناجحين بطل بعض توفيق موسيقي شاطر جدا وكان نجم على الأورج لما كان يطلع قبل والله بجراش بكرتاج الناس تزقف رحل الغناء ما توفق لكن بدل هو بالنسبة لي أهم نجم أنا بشوفه وبحبه لأنه خي أكيد طيب هل بتعتبر أغاني المهرجانات فن وممكن تقدمه؟ ما في شيء اسمه أغاني مهرجانات تسمي غلط مهرجان جراش مهرجان كرتاج مهرجان معناتها حفلة أنا بقول في أغاني أفرزات من الثورة بأي ثورة بالعالم بتفرز فنون وسموم بتفرز سموم وهموم وفنون في منهم الحياة بعض الثورة أفرزت شباب حلوين وبيقدموا إشي حلوي وفي ناس مثل ما كان زمان كانوا ممنوعين يطلعوا على الأعلام أنا بسميهم فن هابط كلام هابط أوكي يعني المهرجانات بالنسبة لك أو زي أنا اعتمدنا هذه التسمية بس لأنها الدرجة فن هابط مش كلهم في منهم نطلع كويسين وفي البقين لا طيب موهبة عندك الناس ما يعرفوا عنها؟ موهبة عندي أنا أنه دمي خفيف وبنكت حلو يشوفوني رسمي كتير جنتلمان بس بس نقعد بالأعداد بيتفاجأوا هذا ولدته فيه بيحكي نكتب طيب لو كتبت مذكراتك إيش هيكون عنوانها؟ حيكون عنوانها مشوار في حياتي أو مشوار من عمري أو حكاية عمر ولدك أو بنتك ليش ما حاولوا يمشوا على خطاك؟ أولادي عندهم شخصية معينة مستقلة يعني حتى بتذكر بنتي نور مرة كنت جاهز صبح من حفلتي وحملتها بدي أخدع الأتوكار منعت قلت لي لا ما بيحبوا أولاد يحبوهم الناس عشان أبوهم أو عشان أمهم ملكة جمال الكون بيحب يحبوهم لشخصهم لشو بيعملوهن وهذا شي بيعتز في أنا كتير طيب الشهرة والنجاح للفنان زمان كانت أسهل أو الآن؟ لا طبعا كانت أصعب كتير للوصول للشهرة بس كان يوصل الإنسان مختمر كان يوصل إليه قيمة أكتر بالغنى بالتمثيل اليوم تطلع بنهار واحد بتصير اسمك نجمة بأغنية أي على طول ترند طيب تنزعج من أنه أول شي فيتكروا لك الناس أو أكثر شي فيتكروا لك هو أنزل يا جميل على الساحة؟ بالعكس شو بدي أحلم أناك؟ عميلي أنزل يا جميل على الساحة بالعكس بفتخر لأنه أول ألحاني وهذه الأغنية إلى طعم عندي خاص أنه الناس بيحبوها بوجدانهم مش كأغنية عيد ميلاد هي الرفران الأولاني بقول هابي بارس ديت بس لو نفوت لجوة اللي كتبه عبد الرحيم منصور يا وعدي على الأيام دي من غير ما نحس تعدي يا وعدي على الأيام دي من غير ما نحس تعدي تاخد أكتر ما بتدي وأنا ويل الأيام وحدي أمرك يا جميل وحدي بارس ديت تيو على طوح مسمي ابنك وليد على اسمك دي أنا محظوظ أنه كل عيد ميلاد مثال يخلق بغنول وغنيتي صحي صحي لا هي ودواجدة في كل مناسباتنا السعيدة الحمد لله بالفرح الحمد لله طيب مسمي ابنك وليد على اسمك ما بتعتبر هذه نرجسية؟ لا والله أنا كنت رايح كان وليد بلندن وليد وكن من أسميه عمر الحقيقة بحب اسمه عمر كثير راحت على البلدية أنا بس جورجينيا كنت حاطتت لي براسي دايما أنه عمر بالجامعة الأمريكية أو بلندن هيصير الاسم أمر صعب فعت محتار شو بدي سمي شو بدي سمي شو بدي سمي شو بدي سمي سمي عليه اسمي وفت قدام الستل بالإنجليزي عم تحكي معي وأني إنجليزيتي يعني يا دوب طرقتني طرق هيك بالإنجليزي رشأ ما فهمت علي قتلها وليد جونيور هذا اللي صار ما لأنا رجلسية ولا شي بالعكس بس ألاك كلمة بتسبه أمه أو شيء قولي يا راتني ما سبيته وليه لأنه بتنوب لكم بتنوبك وبتنوبه فهي بأغنية بتحب تدندنها سواء لك أو لغيرك بحب أغنية العبدالوهاب بحب كتير أي واحدة؟ بحفكر في اللي نسيني آه حلوة هادي اي بتغني شي بالنها انت جايبيني غني مش 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 مجرد سؤال طبعا طبعا بحب كتير مقطع اللي بيقول فيه ليك رحم الراسي هلا سبحان الله سبحان الله هفكر هم يلا هقول هيك شوي بس هم هفكر ليه مدام الليل ملوش آخر وأقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل ملوش آخر أهجر حبيبي وخلادي طا وانسى قلوب عيشة عشاني أروح أدور على ناعد لبكرة منصبها مشان نغني هيك ما ما خالص والله ما عندي أي مشكلة أنا أمسك وأنا ما عم نفتح صوتي ها يعني نمسك الصوت ضعيب هلين هنكمل فيلمك المفضل من أعمالك شو هو؟ فيلمك المفضل من أعمالك انت والله فيه فيلمين عشان ما كون إلا سريح فيلم ببداياتي عمل انتشار فزيع مع الكبير دورة لحام وصباح الجزائري سمك بلا حسك وفيلم الثاني اللي هو أخذ سيط عربيا وسبت نجوميتي العربية هو من يطفئ النار مع فريد شوي وأسر الحكيم مديحة ورغدة كان فيلم عظيم وأغني ليهلا بغنيهم بكل المناسبة طبعا ما رأيك في رفض البعض الغناء بغير لهجتهم؟ هم حرين نحن بالنسبة لي طبعا بفضل أنه دايما يكون عندي أشياء بلغتي أو بلهجتي يعني كون عندي بس لما بيسح لي أغني يا حلوة أني غنيها وينت بالعكس طب لو شلنا كل أغانيك من مسيرتك وخلانا واحدة أي واحدة تختار؟ كل أغانية تشيلهه حرام عليك مش كفاة رحت فلوسك كلها بالبنك يعني كما بك تشيل أغانية طبعا بك نموضح رحت فلوسك بالبنك عشان الوضع في لبنان هي متجمدة ما راحت له يعني أنا إذا خليت أغنية واحدة بخلي آه يا بحر شو بحكيلك شو معنى؟ لأنه فيها واجع كل الناس اليوم أوكي طيب تعطيني مكتبنا؟ اللي مهجرين واللي راحوا واللي غرقوا واللي سافروا آه بحر يا أبو الأسرار متلك متل الليالي مش تقلن قلبي على نار بدي شوف الغوالي وخدني صوب وديني شلحني عندن ونسيني بتفعلك كل سنيني وبقضي عمري غني لك بضي عمري غني لك آه يا بحر بس شكرا لك أنا كتمنية حياتي تكون صوتي حلو فعشان كده بعوضها أنه لما يكون دايما ضيفي صوتي حلو أخلي غني عندك حضورك حلو والناس بتحبك مستناكي إحنا والله مش مجاملة الله يخليك تسلم لي لأنك بتفوتي هيك على قلوب الناس وعلى بيوتك كأنك واحد من العيلة يعني هذا هم مقطع في المقابلة شكرا لك شكرا سهلا شكرا لك